هناك أعداد كبيرة من البكتيريا النافعة لدرجة أن نحن نسميها مجتمعات البكتيريا تخيلوا هناك بليارات البكتيريا موجودة في الجهاز الهضمي بالنسبة لنا هذه البكتيريا النافعة لها أهمية كبرى لكم أن تتصوروا من أهميتها تقوية مناعة الجسم وحمايته من البكتيريا الضارة اثنين، تساهم في تحسين الهضم وامتصاص الألياف الغذائية ثلاثة، تحمين من الالتهابات الأمعاء والالتهابات القولون لأن البكتيريا النافعة تحافظ على سماكة رشاء الجهاز الهضمي أربعة، تقلل السمنة وزيادة الوزن فهناك نوع من البكتيريا النافعة اسمها بيفيدو بكتيريام هذه البيفيدو بكتيريام لها دور في تنشيط الأيض وبالتالي كمان تزيد معدل الحرق وتنظم مستويات السكر وبالتالي إذا الشخص هذه ضاحت البكتيريا هذه النافعة منه يكون هذا الشخص عرض للسمنة ويكون عرض للإصابة بالسكر من النوع الثاني النقطة الخامسة وهي نقطة مهمة جدا لكم أن تتخيلوا أن البكتيريا النافعة تعتبر مصدر للسعادة لماذا؟ لأنها تنتج هرمون هذا الهرمون اسمه السيروتونين السيروتونين تنتجه بنسبة 80% هذا الهرمون هو هرمون مصدر للسعادة فبالتالي لابد أن نحافظ على هذه البكتيريا حتى نكون سعداء كيف نحافظ على هذه البكتيريا النافعة وهي مصدر للسعادة؟ سنتكلم عليها لاحقاً ودمتم بخير ترجمة نانسي قنقر